طيب بوبينزا المهاجم الجابوني ما غيرش رأيه بالنسبة للانضمام لنادي الزمالك وكان فيه كلام انه اللاعب مش هيجي نادي الزمالك هو بس اجل وصوله للقاهرة اليوم السلساء القادم بدلا من فجر السبت طيب هلوكم معلومة دلوقتي هو طبعا بحسب اللي طالع بنادي الزمالك انه اللاعب بيرغب في قضاء اجازة خاصة في الجابون قبل الانضمام لنادي الزمالك وانا بقولك هينضم لنادي الزمالك المفاجأة فيه ناس بعتوا للعب بعتوا للعب ناس ارسلوا للعب كل المشاكل كل المشاكل اللي ممر بيها النادي الزمالك الفترة الاخيرة سواء فيه مشاكل مع لعبين او مع مدربين وغرامات وقضايا وكثير من هذه الامور ناس نواياهم غير صالحة لنادي الزمالك وبالمناسبة هم زمالكوية يعني الطبيعي او المنطقي او ممكن تفكر انت تقول ايه ده اكيد كارهي نادي الزمالك من المنافسين لا او في حياة الامر هم كارهي نادي الزمالك ولكن للأسف زمالكوية او يعني بيقولوا انه هم زمالكوية فدي الحكاية بس اللعب هيجي اعتقد يوم السبت بشكل طبيعي وشبه فيه مشاكل